انتقد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المحافظة ووصفها بالروتينية وأكد البزوني خلال تصريح صحفي أن القوات الأمنية الموجودة هي فقط من قيادة عمليات البصرة وشرطة المحافظة مشددا على ضرورة وصول قوة من خارج البصرة لفرض القانون وإعادة الهيبة لرجل الأمن ولوح مجلس محافظة البصرة في وقت سابق إلى ضرورة إصراع العشائر بتسليم ما بحوزتها من سلاح ثقيل ومتوسط قبل أن تتم مواجهتها بقوة من خارج البصرة